في بداية البرنامج كنا بنتكلم عن اهتمام الدولة بعد 30 يونيو بقدرون باختلاف ويمكن كانت البداية من دستور 2014 وننص صراحة على اشتراط تمثيل ذوي الهمم داخل أول مجلس النواب بجانب المبادرات الرئاسية والتشريعات اللي عملت على دمج وتمكينه ومشاركة قادرون باختلاف الحقيقة أنه فيه إرادة سياسية قوية ودعمة ومساندة لذوي الهمم دائما تعمل على خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شراح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وخلاف ده لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة نحن نهاردة معنا دكتورة مهاش عبان عضو مجلس النواب المنورانة صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ جمال يا أهلا بحضرتك اهتمام ودعم كبير جدا من القيادة السياسية لهذا الملف المهم للغاية عايزين نعرف إذا حضرتك شفت هذا الاهتمام وتجسد في إيه بالظبط خلينا أقول صباح الخير لكل مشاهدين في الوطن العربي وبالأخص مشاهدين جمهورية مصر العربية الأول بقى أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكمة أنه كان في أول خطاباته كان أول خطاب لي أنه ألقى الضوء واهتم اهتمام بالغ بهذه الفئة طبعا دستور 2014 كان من أول الدستير المصرية اللي حست على تمثيل ويكون فيه كوتة للأشخاص ده والإعاقة في مصر وده جاء بناء لأن احنا عددنا عدد كبير جدا احنا عددنا تقريبا من 12 ل 13 مليون في الدولة الدولة فلو كل فرد فينا عايش مع أسرة فاحنا أكيد بنمثل قطع عريض جدا في الدولة المصرية ولينا مشاكل كتيرة ولينا قضايا كتيرة فبتهم كل القيادة السياسية وكل الجهات المختصة بقضايا الإعاقة بعد دستور 2014 في دستور 2019 في مجلس النواب برضو صممنا أن احنا يكون لنا تمثيل مناسب في الدورة القادمة عشان نضمن أن احنا نرضى الموجودين كاكوتة في البرلمان ولينا صوت بيتكلم عن قضايا 12 أو 13 مليون معاق وده كان بيصب في كل صالح كل مشاكل الأخوة زو الإعاقة في مصر وفعلا كنت شرفت أن أنا كنت مقدمة مشروع قانون 10 سنة 2018 في البرلمان السابق القانون ده بيحس على أكثر من مادة 55 مادة بتحس كلها على كل القضايا والامتيازات والمكتسبات للأشخاص زو الإعاقة موسيقى